أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عينسين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لما في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دوني أولياء الله حفيظ عليهم وما آت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا وما إليك قرآنا عربيا لتنظر أم القرى أم القرى ومن حولها وتنظر يوم الجمع لا غيب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دوني أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فأصموا إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أني فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يضغأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصغى به نوحا والذي أوحينا إليك إليك وما وصينا بي إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فضع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمات بما آزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب ما استجيب له حجتهم داحدة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي آزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة تقريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ظلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاب وهو القبيل العزيز ما كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه وما كان يريد حرث الدنيا نؤدي منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفورا شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يخطم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عنيم بذات الصدور وهو الذي يقبل الطوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاب إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنته وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته قلق السماوات والأرض وما بث فيه ما من داب وهو على جمعين إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم نادون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجبار في البحر كالأعلى إن يشاء يسكن الريح فيظل النرواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل سبار شكور أو يبقهن بما كسبوا ويعفوها كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتبكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفباعش فإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم يافقون والذين إذا أصابهم البغيهم ياتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأبوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وترىهم يارضون عليها خاشعين من الظل ينظرون من الظل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا آفسهم آفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرغوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أدقنا الإنسان منها رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ويهب لمن يشاء الذكور أو يزفجهم ذكورانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليما قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب حجاب أو يرسل رسولا فيعي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم